خلينا نعرف ما الفرق أصلاً ما بين التربية الحديثة والتربية القديمة يعني غير الإكسبرشنز اللي نسمعها طول الوقت الإكسبرشنز اللي بتبقى بالإنجليش متعلقة بقى بالرد فلاكز والحاجات الغريبة اللي بنا نسمعها مؤخراً إيه الفرق عادى الإكسبرشنز ما بين النوعين طب تعالي نتفق أساساً هو الهدف من التربية يعني هو الهدف أساساً من التربية أنه أنا بحاول أوفر بيئة لهذا الطفل اللي هو ما يعرفش أي حاجة في الدنيا غير من خلالي أنا مرآته إلى العالم أنه هو إزاي يبقى بيتعامل مع مشاعره بيتعامل مع احتياجاته إزاي بيعرف يتعامل مع المواقف اللي بيتعرض لها المشاكل اللي ممكن يواجهها فهو دوري كأب أو كأم مش إن أنا أبقى بتحكم فيه قد ما إن أنا بساعده أو بوجهه عشان هو لسه ما يعرفش أي حاجة لحد ما يوصل لأنه هو يبقى عارف يعيش في الدنيا دي ويسيربايف يعني يقدر يتعيش في هذه الدنيا وبالتالي التربية القديمة كان فيه جزء كبير قوي بقى دلوقتي مفقود إنه زمان كان فيه اكستاندد فاميليز بتربي معاك يعني فيه مساء شهير يقولك إنه تيكسا فيلج توريزا كيد أنت محتاج قرية عشان تربي طفل فليه لإنه زمان كان عندنا عم وعمة وخالة وخالة وجد وجدة والعمارة كلها بتربي معنا لما كنا أو أجداد نيانجا لما كانوا بيعودوا في بيت العيلة كان في بيت عيلة وكان فيه تجمع عائلي بشكل منتظم وكان كل الناس بدخلها في تربية الولد اللي أنت بيجي لك ده وبالتالي كانت المسئولية بشكل أو بآخر مش محصورة عند أبو أم مع تطور الحياة ومع الظروف اللي احنا نتعرض لها ومع إنه بقيت الحياة مور نيوكلير نووية أكتر إن احنا بقينا عيلة عبارة عن أب وأم وأولاد وإحنا شايلين كل المسئولية بتاعت إن احنا نعلم هذا الطفل إزاي يتعامل مع الحياة بقى المسئولية زيادة جداً والضغط أعلى بكتير وفي نفس الوقت أنا بحاول أفلفل كل الأدوار اللي كانت بتلاعب من الناس تعليم حتى النقطة دي دكتور تريكي باردو شوية لأنه في حتى أسر أمهات أو أباء أباء يعني بيقولوا إنه لا حتى لو جد أو جدة موجودين ما تدخلوش في التربية حتى لو بيت عيلة موجود ما تدخلوش في التربية حلو ما هو ده بقى ده الفكرة بقى إنه اللي بيحصل دلوقتي إنه زمان كانت التربية راحة أكتر ناحية حاجة يعني اللي خلانا ننتقل من الـ للتربية اللي موجودة دلوقتي إن التربية اللي بقى اسمها تربية أوثيرتيريان يعني ايه أوثيرتيريان أو الزمان كانت أوثيرتيريان يعني ايه يعني ابتديت أبقى مستبد شوية أنا بحط قواعد صارمة جدا وقوانين صارمة جدا وعندي أكسبكتيشنز عالية جدا من هذا الطفل وهو ما يفعش يغلط وده مش واقعي وبالتالي الطفل بيطلع للأسف شايف إنه هو احتياجاته مش مهمة مشاعره مش مهمة هو أهم حاجة يبقى بيحقق الحاجات المطلوبة منه عشان خاطر يبقى بيسيرفايف عشان يبقى مقبولي وبالتالي الطريقة دي القديمة كانت تشتغل أه بتطلع ناس ناجحة جدا وطلع ناس ما بتغلطش بس في الآخر هي بتطلع ناس هل هم صحيا هل هم نفسيا سالمين لا